السلام ان شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم جيبت لكم وصفة دقاغة تغطية يجيب خبز تغطية ولا خبز تاكوس وحشوة رائع وساهل تبعوا معي الفيديو للاخير نبدأ مباشرة في المقادر احنا ينضير زشكي سام فاري نتاعي نغرب لهم الملح من بعد نجي نضيف عليهم هدك السكر والخميرة والملح نخلط كامل النواشف مع بعض نزيد نبسسها بشوية زيت نزيد نخلطها ملح ونطموها بالمادة في ما تكونش طرية بزاف تلسق ومشية بسا تكون مليحة باش تعاملني في الخدمة لمها كامل هاكدا يا كيما راكوا تشوفو حتى تولي كورا ما تلسقلش في يدي حنا راني نزيد في الماب شوية كمنا نطموها كامل ملح من بعد نعجنها 1-5 دقائق لازم نعجنها ملح باش يجيني الخبز تاعي ناجح دخلوا فيها ملح يديكم يعني يديكوها بيون بعد ما كملت عجنتها درتها في غيسي بيون مدهم بالزيت نجي نغطيها ببابيفين ونخليها تخمر حتى يتضعف حجمها نروحوا مباشرة نجهزوا الحشو عندي هنا يا فلفل خضر فلفل حمر حبة طماطم حبة بصر كبيرة مقطعة مربعات نصف صدر جاج جاج مقطعة مربعات عندي هنا يا فلفل لكحة البابريكا والملح والزيت والزبدة وشوية راس الحانود ندير المقلة تعي فوق النار ندير فيها شوية زيت نخليها تسخن ملح من بعد ندير لها مغرفها زبدة نخليها تدوب ندير هذا نصف صدر تعدى جاج يتقلى ملح هنا في الزبدة والزيت حتى يتحمر نقلبوه ملح بعد ما تحمل لي هنا الجاج نجي نحيه نصفهم هذا الزيت ونكمل نطيب في هذا الزيت البصل حتى يدبال من بعد نزيد عليه الفلفل المقطعة صغير الخضر والحمر نزيد نقلب ملح نخليه يزيد يدبال من بعد نضيف عليه هادك الطماطم نزيد نضيف التوابل الفلفل كحل والعكري والملح ورس الحانوت نخلط كامل المكونات نعود نرجع عليهم الجاج ونخليهم يكملوا يطيبوا هنا يما اضفت حتى اقترات علماء هنا يضفت مغرف صغير لا تعطوه ماطيش مصبرة اختياري برك علاج اللون والحشو تعيره واجد بعد ما خمرت العجينة ديالي وضع في الحجم التحها نجي نحبطها نستعين بشوية فارينة نديرها حربوش نقطحها هنا خرجت لي سبعة خبزات نديرهم في طابق مرشوش بالفارينة ونبدأ نحل باش نبدأ نطيبهم لازم تطواتعكم تكون بزايف سخونة النار قاوية وما تكتروش الفارينة ولا كترتون نفضوها مليح باش ما تنحرق لكم ما يتنحرقش الخبز لتاكم نشوفوا هناك باش هننطيب فيه ما نطيبوش بزاف او تنفخ لي ما شاء الله هنا تعرفوا باللي الخبز راهو ناجح مئة بالمئة نكملهم كامل بنفس الطريقة ونتقلوا للتحضير هنا نجي بطابق تاع الفور ندهنوا بشوية زبدان ندهنوا مليح سخاصة من الاطراف ندهنوا مليح بالزبدان نستف الخبز تاع التورتيلا تاعي ندير ربعة هاكاية فليكوتي نخلي نصل داخل ونصبرها هاكدا كما راكوا تشوفوا نجي ندير لداخل شوية جبن مبشور انا هنا عندي قودة ستعملوا قودة ولا شيدر زيزت معا شوية موزاريلا ندير نصف تاع الحشو نزيد ندير معا خبز جبن تاع البورجر اختياري تاني هنا الجبن اختياري ديروا اللي عندكم و اللي تحبوا نستفهم هاكدا يا نزيد ندير عليهم شوية جبن مبشور هنا نزيد نغطيهم بخبزة تاع تورتيلا صغيرة و الا كبيرة نقص لها شوية نحنا نقص لها خطش البلا تاعي صغير ندهنها بجبن طاري نزيد نكمل نصف تاني تاع الحشو تاعي نسقموا مليح و ندير شوية جبن تاني مبشور شوية موزاريلا و شوية قودة نعود نرجع هادوك الاطراف نغطي مليح الخبزة تاعي دخلوا مليح لكوتي و نزيروها و ندخلها الطيب في فرن مسخن من 180 درجة من قبل بعد ما اعطابت هنا يا عشر دقايق اني خرجتها نجي ندير لها الموزاري اللاملح من فوق نغطيها كامل ندير عليها شوية مع دنوس و نعود نرجعها للفرن باش تدوب هادوك الاموزاريلا هايليك بعد ما اعطابت شوفوا شكل هاش حال الشباب جات رائعة نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاعي لنهار اليوم و السنوني في فيديو جديد سلام شكرا 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 شكرا